أنا أتمنى يوم من الأيام أن أنتج فيلم اسمه الطوفان وأنا أتحدث فيه لرجال الأعمال الذين لا يستثمرون أموالهم ولا يخدمون البلد فيها بل يهاجرون هذا موظف يريد أن يبحث عن وظيفة خريج امتياز هل الدولة ستوظف كل الناس؟ لا بد أن أتحدث عن هذه المشكلة رجال الأعمال يجب أن يشاركوا كيف أعالج هذه القضية؟ أنا لا أريد أن أكتب مزنة تحب صويلة هذه خرافة وهراب أنا أريد رجل الأعمال أحصره كيف أضع هذا في موقف محرج وقوي؟ يأتيني رجل يدخل على رجل أعمال كبير عنده برج من خمس وعشرين دور ولما يصعد إليه من دور إلى دور حتى يصل فحم بالنهاية يجد عنده أمريكي فرنسي لبناني سوري كلهم جاسين وهو يطلب الولد ووظيفة ويقول كسرت كل الأبواب عشان أدخل عليك يقول ليه هو أنا حكومة شوف الكبر أنا أموالي بل فضاء وتحت الأرض لا القنابل النووية ولا الهزات الأرضية ولا الطوفان يقضي على مالي تجي أنت طالبني هنا طلعوا بره يطلع بره من اللي يطلعوا؟ سعودي؟ اللي يطلعوا صاحب التاجر من اللي بيجروا يطلعوا؟ مو باكين مو بسعودي باكين بأمره طبعا ويقدر يقول لا تعالي بجنبي أنت من البلد لكن هذه ما يقولها يقول طلعوا بره وشي له يروح هذا يجلس بعد كم يوم تشوف مياه تخرج حول الرياض أعطني هذا الأفكت الناس يحسبونها من فائض البيوت لكن بعدين قالوا لا هذا من فائض يمكن المجاري بعدين وجدوا أن المياه نقية وبدأت تكبر تتغطى حتى الرياض كلها يغمرها طوفان وشوف هذا العام ثم بعد ذلك هذا حينما أراد أن يخرج من برجه ليخرج من الرياض يريد أن يخرج من البلد وهذا رمز لمن أحيانا يتحدث وإذا جاءت المصائب هرب فلما جاء وجد المياه تحاصيره رجع إلى برجه ليرقى لعله ينجو من هذا ولكن في النهاية يغمره الطوفان ثم بعد ذلك يغرق ثم يأتيه ذلك الرجل الذي جاءه مع ابنه على باب خشب متبسكين لأنه كان ساكن بصفيح فيجد هذا يغرق ويقول أنقذوني هو التاج وتمسك في رجل الباب يأتيه هذا الشيبه ويقول له لا لها الزات الأرضية ولا الطوفان ولا الزلازل تقضي على مالك رح خله ينفعك يغشاه الطوفان وهكذا يقول آل آن آمنت وقد عصيت من خلق الله ونزل كتر ونقول The End ونهاية هذا الفيلم هذه الفكرة وليت اللحظة الحين طلعت بهذا الشيبه هذي 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 أستطيع أكتب مثل هالنص لكن هال وين اللي يتبنى وين اللي يتبنى اللي يتبنى يعطيني سرعة أما أني أجلس بصورة واحد رايح للمصر مصورين مصريين يركب بالصحراء ويحب ذا وأقول لك سويت سينما هذي ليه بسينما ذا طيب حنا بكمل الحديث معاك الحديث معاك ذو شجون أستاذينك والسادة المشاهدين بهذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة